اشتركوا في القناة الله المستعان يا عليك من الميت احنا نخليقوا يالنا يحلوا مشاكلهم بالمسوم وبايش؟ بالسلاح حالة في حالك حالة في حالك حالة في حالك احنا بنقدم السيارة للطراف السوق ونتلحق احنا روح باقي باقي حالة في حالك من احني يا نعمان اعملوا كان الشيخ بينوا خير متعمدهم من القرية وباعا نحنال الغريب هيرو هديني الان اصحاب قرية اقومهم اقعتهم لهذا اقوموا في حالة في حالة مسلسل حالة حالة يبث التاسع والنصف مساء ويعاد في الأوقات التالية إذن المسلسل من بطولة وتاليف الفنان عامر البوصي وأيضا من بطولة الفنانين نوفل البعداني ونبيل السمح وكوكبة أيضا من الممثلين وألمع نجوم الدراما اليمنين نصديف أيضا معنا في حلقة اليوم عبر الأخمار الصناعية من تعز المؤلف والممثل السيد عامر البوصي أهلا وسهلا بك عامر في حلقة اليوم أهلا وسهلا بكم جميعا أخي الحديد عامر دعني أكرر عليك هذا السؤال الذي يسأله الجمهور في كل مرة لماذا سمي المسلسل بحالة حالة؟ ما هو السبب؟ طبعا بداية أقول كل عام وتم بخير ورمضان كريم على الجميع ويا رب عد علينا في أيام أجمل وأكرم بإذن الله طبعا بالنسبة للإسم هو كان نتيجة الوضع لبنعيش وهي كلمة طبعا تتردد دائما في تقريبا في الأمثلة اليمنية دائما عندما تسأل واحد تعبان أو يعني يعاني من مشكلة مشكلة ما يعني تجي تكلم وقال لك يا أخي أنا والله حالتي حالة هذه الأيام يعني خلاص يعرف أنه الرجل هذا هو الشخص القائل يعيش في مرحلة صعبة ولا سيما يعني أن الوضع الذي تعيشه البلاد كله تحت شعار حالة حالة أيضا فعلا هذه الجملة تكرر عندما الواحد يسأل زي ما ذكرت أحد من الأشخاص وهو يعيش حالة سيئة يقول أخي حالتي حالة وهي تعبيرية عن الوضع السيئ الذي يعيشه سيد عمر المشاهد أيضا تعود عليك في كثير من المسلسلات وأيضا في حالة حالة موسم واحد وحالة حالة الآن موسم اثنين وهو يترقب خروج هذا المسلسل يعني الملاحظة أيضا أن هذا المسلسل يتناول قضايا اجتماعية تخص مدينة تعز على وجه التحديد وقضايا يومية ربما تحصل في المدينة ما هو الأسس الذي من خلاله تختارون تناول هذه القضايا ما هي أبرز القضايا التي تتناولها في المسلسل طبعا مسلسل حالة حالة في الموسم الأول كنا مركزين معظم الحلقات على الوضع الاجتماعي الذي نعيش في محافظة تعز وأيضا تناولنا أيضا بعض الحلقات عن الوضع العام في الوطن بشكل عام يعني في اليمن بشكل عام لكن كنا أكثر تركيزنا على التعز دعني أكون صريح أنا طبعا هي ليست مناطقية ولا تحيز ولكن تعز تعيش لحظات تحت الغبار يعني المحافظة المنكوبة والأكثر تحسس من الوضع الذي تعيشه اليمن بشكل عام مع اهتمامي أيضا ببقية المحافظات والمعاناة التي يعانوها لكن برزت عندنا قضايا كثيرة كانت منها طبعا إما داخلية نتيجة الوضع أو خارجية أيضا نتيجة الوضع فتلمسنا القضايا طبعا من واقع المعيشة يعني كانت إغاثات كانت مواقف سلبية كانت تفرقات سياسية أو حزبية يعني من هذه الجمهور استطعنا أن نستنبط كثير من الوضع والجميل أيضا فيها نهب اللهجة المحلية وقريبة أيضا للمشاهد الذي يستطيع أن يستصيغها ويستوعبها بشكل جميل وأيضا اللقطات المرحة والكوميدية التي فيها ويستصيغها الجمهور الآن هذا الموسم الذي قمتم بإنتاج حلقاته في الموسم الثالث هل هناك أوجه أضيفت وممثلين أضيفه لهذا الموسم؟ هل تكررت أوجه أخرى؟ من هم أبرز المشاركين إلى جانبكم في بطولة هذا المسلسل؟ طبعا أخي العزيز أتكلم طبعا وأنا كلي أسى وحزن أنا طبعا كنت أحب وما زلت إلى الآن طبعا أتمنى مشاركة نقوم ووقيها فنية معروفة لكن كل من أتواصل معه سواء في الحديدة أو في صنعة أو في عدن أو في إب يترددون من المشاركة في مسلسل حالة حالة لأنه أصبح المسلسل مقرؤ تحت عنوان معين لدى الميليشيات وأصبح خطوط حمراء يعني يقول لك من دخل في هذا المسلسل أصبحت عليه دائرة وخطوط حمراء فكثير يعتذرون يعني كلهم كلهم يعتذرون طبعا حاولت أنا هذا الموسم أن أستنبط وقيه أيضا من ممثلين تعز مثل الأستاذ الممثل القدير والقديم حسن القرشتاع وأيضا الفنان شارك معنا الآن الفنان محمد البعداني وفي كثير من الشباب طبعا الصاعد والواعد لكن طبعا أنا لست حزين أنهم شاركوا وما فيش غيرهم لكن كنت أتمنى أن يطعم المسلسل بكثير من الشخصيات والنجوم المعروفة لكن أنا أيضا حريص أن تكون هناك دراما من تعز يحييها أبناء تعز تلتفت الأنظار الإنتاجية الفنية سواء في القنوات أو في شركة الإنتاجية إلى محافظة تعز طبعا القهد أنتم تشوفوه هو قهد شخصي طبعا مع شكري وامتناني وتقديري لقناة يمن شباب التي ساعدتنا للانطلاق بهذه الفرصة من محافظة تعز دراميا ونجاحكم أيضا في إنتاج هذا المسلسل في موسم ثالث نجاح كبير أشهد به الكثيرون أريد أن أسألك أيضا عامر القضايا أو الحلقات التي تناولتموها في هذا المسلسل هل هي مترابطة مع الحلقات القادمة هل هي قصة المسلسل مترابطة أم أنه في كل حلقة هناك قضية معينة يتم تناولها طبعا الموسم هذا حبينا أن تكون الفكرة لها عدة حلقات تقريبا الفكرة الأولى ستكون حارة الخير حارة الخير هذه امتداد لحلقة حريق دام التي كانت مفتاح ومرداس وباب الحارة والمفتاح الذي كان رجل هوس ويعشق مسلسل باب الحارة فحاول أن يعكسه على حارته طبعا مع رسائل إيجابية كانت الحلقة هذه كان لها أثر كبير عند الجمهور حاولنا نطور منها الآن إلى سبع حلقات مترابطة ستكون في شهر رمضان أيضا معنا حلقات تقريبا خمس حلقات أخرى أيضا مترابطة الموضوع يعني تصاعديا من أول حلقة إلى خامس حلقة والموضوع الأخير أو الفكرة الثالثة هي عن الملك نبهان وحكاية الملك نبهان وحكاية قيش المغول وكيف دخلوا هذه المملكة وهي طبعا إسقاطات ومزق ما بين الماضي والحاضر حتى هناك تداخل ما بين اللغة العربية واللهجة المحلية كانت من باب الفانتازية لكن الإسقاط كبير فيها والأحداث فيها أيضا مشوقة في كل الفكرة الثلاث يعني حارة الخير مرشد جزاك والملك نبهان هي ثلاث فكرة لكن مترابطة الأحداث الموسم هذا حبينا نغير يعني هناك أحداث مترابطة أحداث شيقة تغيرت عن الموسم الأول يعني مشكل يوم حلقة وتغيرت أيضا في الموضوع والإسقاطات لها أبعد إن شاء الله تعجبها لألقمهور ودائما حالة حالة كما سبقتني أنت في السؤال يطرح قضايا اجتماعية وتهم الوضع الذي نعيشه يعني من خلال كلامك من خلال كلامك عابر وعامر والقصة والسيناريو التي يتناوله المسلسل تشوقت كثيرا لمشاهدة هذا المسلسل وبتأكيد المشاهد أيضا بعد أن استمع إلى كلامك ولمعرفته السابقة وخاصة في تعاز لهذا المسلسل من خلال مواسمه السابقة بانتظار لشهر رمضان الكريم ولأيامه كي يعرض هذا المسلسل ويتابع قصته وبطولة الممثلين فيه وعلى رأسهم أنت عامر البوسي مؤلف وبطل المسلسل حالة حالة بانتظاركم إن شاء الله في أيام رمضان شكرا لك شكرا لك عزيزي وأيضا من خلال المقابلة البسيطة هذه أوقف شكري لمن يقف خلف الكواليس الفنان أكرم الرأسني المنتاج عامل معنا دور كبير له كل الشكر والتقدير أيضا لكل من تعاون معنا في إنجاز هذه الحلقات لأن هذا الموسم صورنا في قرى في صبر في الضباب في كلائب في أماكن كثيرة شكرا للأسابة عبد السلام شكرا لأخواني الفنانين بشكل جماعي وتحياتي أيضا لكل الفنانين المشاركين في هذا الموسم في كل القنوات وعلى رأسهم قناة يامان شباب وشكرا لك على انضمامك معنا في هذه المداخلة القصيرة شكرا لك سيد عامر البوسي شكرا لك